يخذ القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ونفروا في سبيل الله اتاقوكم إلى الأرض أغضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستغذي القوم غيركم ولا تدروه سيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحتل إلا الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن معدت عليهم الشقة وسيحنفون بالله لو استضعنا لقرجنا معكم يهلكون أنفسكم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبيناك الذين صدقوا وتعلموا كاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهو في ريبهم ترددون ولو أرادوا خرود لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبقهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يهدونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لنحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تصرهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هم تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم تربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأخون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحنفون بالله إنه لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يدمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رتو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما أتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راضبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم يرضوكم الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا أمنين ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخذي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مفرد ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائبة منكم نعذب طائبة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبطون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعاد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم فالذين من قبلكم كانوا أشتمينكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستنفعوا بخلاقهم فاستنفعتم بخلاقكم كما استنفع الذين من قبلكم بخلاقهم وخمتم كالذي خادوا أولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مبيان والمحتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسولا أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جلات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جلات عد ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفلوس العظيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَغْرُضُ عَلِيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلْمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَلُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُفَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا في الدنيا والآخرة وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصْدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِئُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْنِ يَلْقَونَهُ بِمَا أَخْلَقُوا اللَّهَ مَا وَعْدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْأُيُوبُ الذين يلمثون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر كل نار جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فكن لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعذبك أموالهم وأولادهم إلا ما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أعزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأب القول منهم وقالوا وقالوا ظرمانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفرز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا لهم عذاب ألم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرد إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله بفور رحيم ولعل الذين إذا ماتوا فلتحولهم هم تنادقوا ما أحبعتم عليه تولوا وأعينهم تفضون الدمحي حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذرونك وهم أغنيا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتبروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغرب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وبأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائل عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله والجوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدقلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جانونات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يرضون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأكم الصدقات وأن الله هو التوب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسترثون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حرب الله ورسوله من قبل ولا يعرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد الأسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورقوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوب حار فانهار به إلى جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستوشروا ببيعكم الذي بععكم به وذلك هو الفوز العظيم التائدون العابدون الحامدون السائعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنافون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهادرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين يخلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواف الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم غمأ ولا نصبوا ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موت أن يغيظوا الكفار ولا يطعون موت أن يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسرين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غر واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت صورة فمنهم من يقول أن يكم زادتها به إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يختارون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يكوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدكم من صرفوا صرف الله قلوبكم بأنهم قوم لا يفقرون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتكم حريص عليكم بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يذبط الأمر ما من سفيع إلا من بعد إذنه ذلك من الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده لأجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسطة والذين كفروا لهم سراغ من حبيب وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقفره ترجمة نانسي قنقر